يقول خنا نجيب الحيمر هل تصبح فرنسا وبريطانيا وسويسرا دول رعية للإرهاب؟ بعد قرار من المجلس لعلى للأمن تصنيف الماك ورشاد حركتين إرهابيتين؟ وكيف ستكون علاقات الجزائر مع هذه الدول مستقبلا؟ السؤال مطروح على السفهاء على الرداء على الفشل السؤال مطروح طيب ما اعتبروناش هم حركة إرهابية لأنه ما عندهم شو لأنه كان قضاء هنا وكان قانون ممكن أنا ممكن يجوهوا لأشياء هذه يعتقلوني أو غدوة أو بعض غدوة وممكن بوليس يجيب البلاد وسمع بأن بلادك اللي أنت أصل منها تهمك بالإرهاب يجيب يحقق معك يحقق معك ساعة ساعتين نهار نهارين لكن ماكسيمال عنده ربع أيام أو عنده ستيام ومن بعد ما كينوالو أو حتى لو حطك في حبس كائن القاضي وكائن المحامي لو افترضنا لو افترضنا في النهاية دولتها قانون طنق يثبت باللي ما هو إرهابي وش كيفش يسرى معاكم سواء مرينا على قاضي أو لمو مرينا وثبت باللي ما هو إرهابي ونحن عارفين باللي هذا صحيح ما كانش يعني كيفش دير وين دير وجوهكم تولوا تتعاملوا معهم سواء ما تولوا أنتم تتعاملوا مع بريطانيا اللي ترعى الإرهاب هوا ما عندكم شو رجلة هنا هوا ترعى الإرهابيين بريطانيا وفرنسا ترعى الإرهابيين وسويسرا واسبانيا وبلجيكا وإيطاليا ويولئية المتحدة وكنادا وألمانيا وسويد هارانا متواجدين في كل مكان تصبحونتم تقطعوا علاقاتكم مع هذه الدول كلها ولا وش ديروا ولا تقبلوا بالوضع الراهل عندكم إرهابيين وفي العالم ما همش إرهابيين الناس كون تصدق مستوى يتكركر طبعا كيعد عبد العزيز المجازر عبد هذا هو رئيس المركز الإسترالي البحوث الاستراتيجية ما نشعرف تينك ثانك يعني أكبر أهم مركز في البلاد بحثي سياسي وستراتيجي طبعا هو كان معا جمعطة تربو الواد عمرو ما كتبش ما قاله كيعد شنجريحة قائد الجيش طبعا طبعا لازم تكون هكذاك كيعد بوتابول رئيس الدولة لازم تكون هكذاك آه رئيس جمهورية وزير الدفاع قائد لعل القوات مسلحة وهو أربع كلمات ما يقدرش يجمحهم مع بعض جزائرين مش يشوفوا فيه بارك وجه شر ألمت بالبلاد أشراء مصائب أكبر مما كانت في عد بوتفلقة ولكن لا شكل ولا خطابة ولا مستوى ولا كارزم لا شيء ما يصلحش رئيس بلدية طبعا لازم تنهار أموركم الرعب الهيستيريا تتملككم سيزيد الشعب الجزائري هذه الهيستيريا سيعظمها يو الشعب هذا والله ما راه حبس والله ما راه متراجع ونزيدكم حاجة والله لو هبطوا الدبابات ما هو متراجع هذا الشعب لأن شعب مر بتجارب قاسية ثم مر أيضا بتجارب دول أخرى الشعب اللي هبط واجه الدبابات شوفوا حاله وراه تركيا الشعب اللي سكت على الدبابات وكاين بعضها قالت حتى تسلم الأيادي وانتم شعب وحنا شعب شوفوا حاله وراه يعطش المصاروة ملايين عطشة ملايين فقدوا أراضيهم لأن مكاش ماء لأن الأثيوبيين قطروا عليهم جزء من الماء الشعب شعب شايف ويشوف تجاربه الخاصة وتجارب أشقاء وتجارب القريب والبعيد حكم العسكر حكم مدمر حكم العسكر حكم متخلف حكم العسكر حكم رديء حكم العسكر حكم خائن تريدون أن تسكتوننا وبالك حتى حاولت تتوافق مع كاش جيها بالك يدخلون للحبس خضر شي باش نتكلموا لأننا قلنا ركم داي الجيش باش يقتلوا ويموت في إفريقيا والله سنقولها حتى آخر نفس اللهم إلا إذا حدث شيء آخر تستطيعون أن تقتلوننا لكي تسكتوننا معد ذلك والله لن نسكت أبدا لن نسكت أبدا وهذا مش خصني أنا فقط يخص كل أحرى الجزائر وهم بالمئات الألاف إذا ما قلناش الملايين شفتوهم يدخلوا للسجون ويجيوا خارجين يصبح أقوى مما كان في السجن ويقول لك ما نشحة بسين ودولة مدنية مش عسكرية البرنامج اللي عم بأفوتوه أمس مرعوبين منك أي شعار دولة مدنية مش عسكرية مرعوبين هل هناك دولة في العالم هل هناك نظام حكم في العالم يعلن صراحة أنه ضد دولة مدنية الناس يقولون أنت هبلت أعطيني دولة مدنية تقدمت أعطيني دولة عسكرية تقدمت هاي هاي أعطونا واحدة برك أعطونا ما هزلها درتون ضحك في العالم مع أن هذا الشعب أثبت بأنه بعيد عليكم بعيد عليكم أخلاق وبعيد تحضر وبعيد خاصة مع الحركة لكن تريدون أن تعيدوا الشعب للخوف بسنة تخويف ما يدير والو هذا موضوع تعكم امتهاب الإرحام لا معنى له قلت هالكم البارح ونعود هالكم لن تستطيعوا يطلق الرصاص وإذا أطلقتموه انتهيتم أنتم وأسركم وأموالكم وشعب الجزائري سيطاردكم في كل مكان سلميا وبالقوانين العالمية ما هيش بالتهديد ولا تخويف ولا عنف أبدا جزائرين بالملايين في الخارج رصاصة واحدة تطلقوها يحاصرون السفرات والقنصليات سلميا يحاصرون بيوت السفراء والقناصلة وأين يأتي الجنرالات ويعرفون عنوينهم وسكناتهم وفنادقهم يحاصرونها ويكتبون الشعرات قتلاء في المطارات يقولوها لكم كما قالوها بعض الأحرار النزار وغير نزار ويكتبوها على بيوتكم ويكتبوها وينتكونوا قتلاء مجرمين فتضطروا أنك تبقوا الداخل وإذا بالملايين اللي هربتوها والبيوت اللي شريتوها والفيلات والشركات انتهت لن تستطيعوا لسنا في التسعينات هذا عالم القرية الواحدة وعالم من يواجهكم يواجهونكم بذكاء يواجهونكم بحكمة يواجهونكم بسلمية يواجهونكم بصمود وإصرار يساوي ثبات الجبال لن تتكرر لن تتكرر تسعينات ولا لألفين وواحد ولا قبلهما ولا بعدهما لن تتكرر الشعب هذا فهم شدير وسيخرج الناس الجمعة وغير الجمعة وسيجعلون حياتكم جحيم وأنتم تذهبون إلى انتخابات مصورة سلفا اشتركوا في القناة